بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في وجهة نظر مع سمع فوز النهاردة بنسجل لكم من مكان من بيت المواطن المصري البسيط الحجم حمر السقه البيت اللي كله خطورة البيت اللي فوقه الضغط العالي زي ما احنا شايتين دلوقتي يعني الضغط العالي العمود في وسط البيت العمود في وسط البيت وده مشكلة كبيرة بتواجه المواطن محمد السقه وتواجه مواطني كوم بنمراص ده مشكلة كبيرة يا جماعة الضغط العالي اللي احنا شايتينه ده يعني موت اثنين الضغط العالي ده موت اثنين بسبب قربه من السطح فطبعاً الكل بيخاف وفي الشتة طبعاً زي ما احنا شايفين في الشتة اي شوية شتة بنزله على السلوك بنزله شرارة بيأثروا فأصحاب البيت بيفجوروا البيت ويمشوا وزي ما احنا شايفين هنا دلوقتي يعني الحامل بتاع الضغط العالي متهلك تماماً وعملوه زاوية حديد زي ما احنا شايفين دلوقتي وده طبعاً بيأثر على المواطن المصري البسيط فاحنا المواطن بيستغيث فاحنا بنسأله انت بتستغيث من مين فابقول انا برفع كلمتي للنائب حسن المير حاجة محمد حاجة حسن والله العظيم انا بسيب البيت واهجور منه والله عندي ملاقي شوية حاجة جاي شتة بقوم واخد بعضه وماشي يبقى ليه يعني يلد عليك انت كده يعني انني اهجور من البيت وامشي انت بتحب الحاجة حسن وبتنتخبه حاجة محمد اه احنا منتخبينك كلنا صغار وببري حاجة حسن فانت تقول الحاجة حسن ان هو يعني يتحرك في موضوع الضبط يا حاجة محمد اه الجارعن فيه حاجة حسن احنا والله العظيم وكنا وياك في كل مكان تروح فيه انت شايف كده يعني الحاجة حسن ما هو نسيبكو برضو من كنبن امراصة ما هو نسيبنا ايوه كابتن احمد متجوز من كنبن امراصة وقريبنا برضو بنت الحاجة وفقي على السيد رمضان وطبعا انتو في الانتخابات بتعملولو شغل بيه بنيعمل حاجات مهرجان جامل فانت بتقول له حاجة حسن انت بتستغيث بوك بستغيث بك حاجة حسن وانت اللي لنا انت اللي لنا حاجة حسن بعد ربنا زي ما احنا شايفين يا جماعة المواطن المصري البسيط محمد بيستغيث بالنائب حسن المير بيستغيث بالنائب حسن المير والنائب حسن المير طبعا يقدر يعمل كل حاجة لانه هو النائب الشرعي لدائرة مركز المنصورة ومحل الدمانات فبنقول له حاجة حسن يعني بعد اذنك يعني بص لأهالي كوم بن امراص شوية بعد اذنك حاجة حسن بص المواطنين البسطاء زي الحاج محمد السقه الموضوع ده يا جماعة يعني مشكلة بتأثر كتير على اهالي كوم بن امراص قلنا اتنين ماتهم بسبب الضغط العالي فبنستغيث ايضا هو بيستغيث بالنائب حسن المير وأنا بستغيث بوزير الكهرباء بستغيث بوزير الكهرباء والطاقة وبنستغيث بوكيل وزارة الكهرباء والطاقة بمحافظة الدقاهلية انقذوا البسطاء من اهالي كوم بن امراص بمناسبة الضغط العالي عاوزين نحول الضغط ده يا جماعة الى خط ارضي الى كبلات ارضية وذلك حفاظا على حياة المواطنين البسطاء بنتمنى ان كلمتنا توصل بنتمنى ان النائب حسن المير يعني يستجيب لرغبة المواطن البسيط محمد السقه بنتمنى من وكيل وزارة الكهرباء والطاقة بمحافظة الدقاهلية التحرك الفوري لانقاذ المواطنين البسطاء وخاصة ان احنا في فصل الشتاء وطبعا زي ما احنا شايفين موجة شتاء كبيرة لما بتنزل بتأثر على حياة المواطنين البسطاء في قرية كوم بن امراص بنتمنى التوفيق للجميع وبنتمنى الاستجابة الفورية من النائب حسن المير ومعالي وكيل وزارة الكهرباء والطاقة بمحافظة الدقاهلية كلمة الاخيرة تقول الحج حسن يا حج محمد الكلمة الاخيرة الحج حسن والنبي تتجارعا معنا يا حج حسن تتجارعا معنا وبنا يصلح حالة ويخلهم له والله العظيم بهجر البيت واطلع والله برا يعني ما ينفعش كده أنام برا وصف وعيال والله في عيز الشتة باطلع برا الجنان يقولوا اللي هتعمل ايه تعالى نم عندنا قولهم لا انا قاعد في قلب الشارع ناو يعني ايه كده يعني عيال معايا وده واطفال وده وعمل ايه يعني بنتمنى الاستجابة من النائب حسن المير بنتمنى الاستجابة من كل المسؤولين عن شركة الكهرباء شكرا لكم